وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن هيئة الأبنية التعليمية قد انتهت خلال الأربعة شهور الماضية من إنشاء ست مدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً من دينة برج العرب وأحياء العمرية والمنتزه وشرق مضيفاً أنه يتم حالياً العمل على إنشاء نحو 23 مدرسة بتكلفة تقدر بنحو 174 مليون جنيه يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح سيسي بالاهتمام بانظومة التعليم والتعليم الفنية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم